دلوقتي هنروح لدائرة بولاد دكرور اللي الحقيقة يعني برضو تعتبر من الدوائر المهمة والساخنة والكبيرة ورغم ذلك هي مخصص لها 3 مقاعد فقط وبيتنافس عليهم 54 مرشح طبعا دي منافسة ساخنة جدا 3 مقاعد فقط و54 متنافس هنشوف مين اللي هيحسم المقعد لصالحه أحمد حسن مراسل تلفزيون النهار صباح الخير يا أحمد قلنا ايه الأجواء عندك في دائرة بولاد دكرور تفضل صباح الخير يا داليا وصباح الخير على أستاذ المشاهدين احنا موجودين من قبل ما عاد فتح البوابات بوابات اللي جان حاليا في بولاد كان فيه ناس موجودين عدد كبير من الحضور حقيقة كان موجود نستني ان هو يدخل علشان يلحق دوره بدري بدري والجو الصراحة الصفحة كان حلو جدا ودرجة الحرارة كانت معقولة فده يمكن كان نساعد الناس ساعات بقولة من صباح اليوم نعم كانت جاء في الأقبال بيزيد واحدة بواحدة وهي دي اهم حاجة آآ آآ الناس آآ شايفاها حواليها ان فيه اقبال يعني آآ الناس بتسجع بعض انها تنزل فعلا آآ النظام آآ من اول دخول البوابة وطبعا آآ مراعاة لزروف الجائحة اللي بيمر بيها عالم كله جائحة كورونا نعم فبنلاحظ ان بيتم تسليم الناخب كماما بمجرد دخوله على اللجنة من على البوابة الرئيسية ايوة بعد كده بنلاقي علامات على الارض بتخلي الناخبين يقفوا فيها حفاظا على التباعد الاجتماعي المطلوب آآ بيدخل آآ كل ناخب بيكون عدد اقصى اتنين من الناخبين فقط داخل اللجنة بيتم تسليمه الورقتين الخاصين آآ بالانتخاب ورقة للمقاعد الفردية وورقة لقوائم المغلقة بيزنبوا صوته في المكان المخصص للإدلاق بالصوت بسرية تامة وبعد كده بيحط الورق في الصناديق المخصصة للاختراع وكده بينتهي دور الناخب آآ زي ما قلت لك يا داليا درجات الحرارة صراحة تعد الناس حاليا انها تنزل يمكن الجوهم الشديد الحرارة آآ زي ما تدعنا قبل كده مثلا في انتخابات مجلس الشيوخ اللي برضو تحدي الشعب المصري والمواطن المصري انه هو ادى اي استحقاق دستوري انه هو بينزل نعم طيب احمد يعني انت كلمتنا عن الاجراءات الاحترازية ومدى دقة تطبيقها في اللجان وزي ما احنا شايفين يعني الصورة افضل من اي كلام ممكن يقال شايفين لجنة بولاء دكرون اللي انت فيها يا احمد آآ وكل ملتزم بالكمامة في اسناء دخوله وبيدخوله بنظام شديد طيب لو بنتكلم على المسألة او عملية التصويت يا احمد هل كان فيه صعوبات بتواجه الناخبين في عملية التصويت لانه عندنا فردي وقائمة وزي ما انا كنت بقول هذه الدائرة الانتخابية دائرة شديدة السخونة لانه بيتنافس عليها عدد كبير وعدد المقاعد قليل آآ وكمان يا احمد برضو من الحاجات المهمة آآ الفئات الاكثر تواجدا في اللجان الانتخابية اللي انت مريت عليها او اللي شفتها برؤية العين اتفضل حاليا احنا لما دخلنا لاستادة القضاء المشركين على اللجان آآ بيسهلوا لكل ناخب المعلومات اللي هو محتاجها يعني بيعرفوا من بعيد لبعيد برضو انت هتنتخب كذا حد في الورقة دي وكذا حد في الورقة دي منتهى البساطة والسلاسة آآ مراعاة برضو لبساطة المواطن المصري نعم آآ فده بيسهل عليه لو حابب يسأل في حاجة برضو عن قد ايه العلامات يعني ما فيش حاجة لها علاقة بأي ناخب مهما كان فبيساعدوا القاضي الموجود في اللجنة وبيقولوا كذا علامة وخلاص بينتهى الموضوع على كده ده بالنسبة للناخبين داخل اللجان آآ والموضوع بيبقى سهل بالنسبة لهم نعم الحضور الحضور آآ من الساعات الاولى كان من كبار السن آآ وايضا نسبة مشاركة السيدات آآ زي صورة ما هي قدام حضرتك برضو كبيرة جدا يعني ده برضو اللي ملاحظينه السيدات آآ كبار السن آآ وآآ 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 ايضا الناس اللي مصابة أو عندها اعاقة بصراحة الحقيقة موجودين برضو من الصباح ما امتنعوش ان هم ييجوا ويدلوا بأشواتهم آآ في هذا الاتحفاق آآ الدستوري طبعا كل المواطنين كله بيتكلم ان الدنيا بسيطة احنا مرتاحين في اللجان ما فيش زحمة آآ ودي حقيقة فعلا العلامات نسهل على الناس كل حاجة السادة القضاء زي ما قلت لك يا داليا اللي هي المسافة الامنة بين كل نائب وآخر تقصد كده بالضبط 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 العلامات اللي على الارض مسهلة للناس انا همشي كده بعد كده هروح يمين بعد كده اللجنة رقم كذا دورك كذا فالموضوع سهل ومبسط في شرحه للناس البسيطة انها تقدر تسهمه وتتوعبه بمنتهى السلاسة وده اللي ملاحظينه طوال اليوم نعم احمد حسن مراسل تلفزيون النهار من بولاء الدكرور بنشكرك يا احمد وهنتابع معاك على مدار اليوم كيف تسير الامور والاجواء داخل بولاء الدكرور